بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي تلاميذ سنة ثلثة عدم تجربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله سأشرع في حل التمارين التي نشرتها في المجموعة سنبدأ بتمارين الهجرة الكهربائية ونبدأ بأول تمارين نشرناه حول الهجرة الكهربائية وهو التمارين التالي هذا التمارين قد نشرناه في المجموعة سابقا طلبنا منكم أن تحاملوا لست أدري هالحاواتم أم لا ولكن بما أن المدة الزمنية طالت سأبدأ بنشر الحلول بشكل مصور إن شاء الله لقدر تنحل كل التمارين بشكل مصور وأرفقها بالحلول الكتابية طبعا فيديو هذا يمكنكم من متابعة الحل وكذلك بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم مشكلة في فهم المقرؤ أو المكتوب عفون يتابعوا عن الحل طبعا من الأحسن تحضر ورقة وقلم معك لكي تستطيع الملاحظ إذا قلنا تمثل الوثيقة واحد السياغ الكيميائي المفصلة لثلاث أحماض آمينية وهي الليزين والآلانين والغليتانين كل سيغة كيميائية مكتوب الحمض الآميني أسفلها ناسد بيتانيك والآلانين والليزين الغرض مقارنة سلوك هذه الأحماض الآمينية في المجال الكهربائي عند درجات بيأش مختلفة تم وضع خالط من هذه الأحماض الآمينية في منتصف شريط الفصل في جهاز الهجرة الكهربائية وبعد انتهاء مدة الفصل كانت النتائج كما تمثله الوثيقة هذه نتائج الفصل إذن السيارة الكيميائية نتائج الفصل الآن الأسئلة حلل وفسر نتائج تجربة ثانياً قارن قيم بيأش إلى الأحماض الآمينية الثلاثة ماذا تستنتج؟ ثالثاً علل اختلاف مسافة الهجرة بين الليزين والآلانين عند بيأش يساوي 2 أرغم لكم التعليف في بيأش هذا ثم أخيراً بالاستعانة بالوثيقة 2 أكتب السيارة الكيميائية مفصلة لحمض الغلوتاميك راسيد الغلوتاميك والليزين عند نقطة بيأش اي لكل منهما ثم عند بيأش يساوي 6 قبل ما نبدأ نجاوب على الأسئلة عندي ملاحظة فقط هذا النوع من التمارين اللي يكون في سلسلة من الأسئلة القاسيرة بتعليمات بسيطة حالياً لا يطرح أو أسئلة البكالوريا حالياً لا تطرح بهذه الطريقة الهدف من هذا التمارين فقط هو استرجاع المعلومات التحكم وتطبيق المعلومات في الهجرة الكهربائية والخاصة بالخاصية الحمقلية مع نهرانا نتدرب فقط على سلوك الأحماض الأمني الأسئلة في اختبارات وفي امتحان شهادة البكالوريا تكون عندكم مثل التمارين كل تمارين يمثل نموذج معين التمارين الأول الاسترجاع المنظمة المهيكل للمعارف التمارين الثاني هو تطبيق الاستدلال العلمي والتمارين الثالث هو تطبيق الاستدلال العلمي في إطار مساعر ونحن ندرب على حل هذا النوع من التمارين هنا فقط باشرسخوا لديكم المعلومات حول الخاصية الحمقلية نبدأوا نجاوبوا على السؤال الأول تحليل وتفسير نتائج التجربة نبدأ بPH يساوي 3.2 إذا نطلب مننا تحليل وتفسير النتائج فندروا تحليل وفي نفس الوقت ندروا تفسير أو نقدر ندروا تحليل وما تبع بتفسير إذا في PH يساوي 3.2 نلاحظ بشاريط الفصل معناها الملاحظة سنأخذها أو نسجلها من شاريط الفصل في هذا PH إذا نسجل ماذا؟ استقرار الحمض الأميني في منتصف شاريط الفصل طبعا لدينا هذه النقطة ما تكلمنا لها في الدرس استقرار الحمض الأميني في مكانه وعدم هجرته يدل على ماذا؟ يدل على أنه متعادل كهربائيا لماذا متعادل كهربائيا؟ نتيجة تأيين وظيفتين تأيين الوظيفتين الوظيفة الكربوكسيلية تتأيين تصبح سالبة والوظيفة الأمينية كذلك تتأيين تصبح مجبة فيكون متعادلا كهربائيا قلنا أيضا أن PH الوسط الذي يحقق التعادل الكهربائي للحمض الأميني هو نقطة التعادل الكهربائي التي نرمز لها PHE وبالتالي نستنتج أن نقطة التعادل الكهربائي للغليوتامين لهذه الحالة هي PHE يساوي ثلاثة قصرة هذا بالنسبة للغليوتامين بالنسبة للآلالين والليزين ماذا نسجل؟ نسجل هجرة كل من الليزين والآلالين نحو القطب السالبة هجرتهما نحو القطب السالبة ولكن بمسافة مختلفة معناه هجرة الآلالين بمسافة قليلة نقارن بنقطة الانطلاق وهجرة الليزين كانت بمسافة أكبر طبعا هنا ما نشرح نفسر لأنه كان سؤال موالد ربني تفسير أو تعديل مسافة الهجرة الفرق في مسافة الهجرة هنا نفسر سبب الهجرة إلى نحو القطب السالبة إذا قلنا هجرة كل من الليزين والآلالين نحو القطب السالبة بمسافة مختلفة مما يدل على أن شحنتهما موجبة مدام راحوا نحو القطب السالبة إذا الشحنة تحم موجبة كيف حتى تولد الشحنة تحم موجبة؟ الشحنة الموجبة عنها تأيون الوظائف الأمينية بكل من الآلالين والليزين إذا يعود ذلك إلى اكتسابهما فروتونات من الوسط طبعا تقول تأيون المجموعة الأمينية المجموعة الأمينية تأخذ فروتون من الوسط فتصبح NH3 زائد إذا فاكتسب الحفظ الأميني فروتون من الوسط متى يكتسب فروتون من الوسط؟ عندما يكون الوسط حامضي معناه pH يساوي 3 فصلتني بالنسبة للآلالين والليزين وهو وسط حامضي لذلك تأيّنت الوظائف الأمينية معناه الحمضين الأمينيين الألالين والليزين سلاكا سلوك القاعدة في وسط حامضي وضعناهم في وسط حامضي وهو pH يساوي 3.2 اكتسب الفروتينات معناها سلاكا سلوك القاعدة في هذا الوسط الحامض بنفس الطريقة نحن نحلل ونفسر في pH يساوي 6 إذن نبدأ دائما بحالة الاستقرار أفضل إذن نسجل استقرار الحمض الأميني الألالين في منتصف شارط الفصل الاستقرار يدل على أن الحمض الأميني الألالين في حالة التعادل الكهربائي رغم التعادل الكهربائي لماذا؟ لأن pH الوسط يساوي 6 يمثل نقطة التعادل الكهربائي بالنسبة له بالنسبة للليزين والألالين إذن نلاحظ هجرة الليزين نحو القطب السالب ومدام اجر نحو القطب السالب هذا يعني أن شحنته موجابة لماذا شحنته موجابة؟ يعود ذلك إلى اكتسبه بروتون من الوسط مدام اكتسب ببروتون من الوسط هذا يعني تأيين الوظفة الآمينية تأيين الوظفة الآمينية معناه سلوك القاعدة معناها بحالة 6 بالنسبة له هو وسط حامض إذن منُعتبر هذا الوسط حامضي بالنسبة له بتتأيين وظيفته الامنية معناه سلوك سلوك القاعدة في وسط حامضين العكس بالنسبة للغلويتاميك للاسيد الغليويتاميك الحمض الغليويتاميك هجر نحو القطب الموجى هذا يعني أن شحنته رائى سالبة مدام شحنته رائى سالبة هذا يعني تأيين الوظفة الكربوكسيلية تأيين الوظفة الكربوكسيلية فقد بروتون في الوسط مدام فقد بروتون في الوسط هذا يعني بأن الوسط راهو فشدير بالنسبة له الآش يساوي ستة وسط وسط قاعد لماذا قاعد لأنه فقد بروتون في الوسط معنا سألك سلوك الحمد مدام سلك سلوك الحمد فهذا يعني أن الوسط بالنسبة له عفوا هو وسط قاعد نفس الشيء رح نشوف الحالة التالفا pHو ساوي 9.7 في هذا الوسط شكوني حقق التعادل الكهربائي طبعا لماذا يهجرش وهو الليزين فقا في منتصف شعريط الفصل هذا يعني أن الحمد الأمين في هذا pHو ساوي 9.7 يمثل نقطة التعادل الكهربائي بالنسبة للليزين إذن بالنسبة للألامين وحمد غلوتانيك له مهجر نحو القطبة الموجة هذا يعني أن كل منهما عنده شحنة سالبة مدام كل واحد عنده شحنة سالبة معنى كل واحد منهما تأينت لديه الوظيفة الكربوكسيلي إذن تأينت الوظيفة الكربوكسيلي هذا يعني أنهما سلك سلوك الحمد وبالتالي فإن الوسط اللي هو 9.7 بالنسبة لهما هو وسط قاعد إذن يعتبر الوسط قاعديا بالنسبة لهما فتتأين وظائفهما الكربوكسيليا معنى سلك سلوك الحمد في وسط قاعديا إذن هنا ما طلبش من الاستنتاج وقال لحل الوفيسر النتائج لكن نحن طلبنا الاستنتاج ونضيف الاستنتاج رح لنستنتج أن الأحماض الأمينية تسلوك الحموض في الوسط القاعدي وتسلوك القواعد في الوسط الحامضي وبالتالي فهي تمتاز بالخاصية الحمقالية أو الخاصية الأنفوتيري الآن نجيب على السؤال الثالث قارن قيم PSA للأحماض الأمينية الثلاث أو الثلاثة ماذا تستنتج؟ هذه السياغة الكيميائية للأحماض الأمينية الثلاثة وهذه متائج الفصل طبعا نحن ورش كنا قلنا أن نقطة التعادل الكهربائي بالنسبة للحمض الأميني هي درجة حموضة الوسط يعني PSA الوسط الذي يستقر فيه الحمض الأميني وبالتالي بالتالي بالنسبة للألانين أو بالنسبة للحمض اللوتاميك استقر عند PH يساوي 3.2 هذه تمثل نقطة التعادل الكهربائي له PHE بالنسبة للألانين يساوي 6 لأنها حققت استقراره في فشالة الفصل وPH يساوي 9.7 حقق استقرار الليسين وبالتالي تمثل نقطة التعادل الكهربائي للليسين نحن نجاوب على السؤال الآن قارن قلنا قارن بين قيم PHE قارن ماذا نلاحظ؟ هل هي متمثلة؟ طبعا ما هي متمثلة؟ أول شيء نلاحظها أن قيم PHE للأحمض الأميني الثلاثة لتعادلنا مختلفة صح؟ لتعادل الآن سوف نرى بالنسبة للأسيد الأسيد غلوتاميك هذا الأسيد غلوتاميك كيف نصنف الأسيد غلوتاميك؟ بالاعتماد على قاعدة التصنيف التي درسناها في القسم وهو حمض أميني حامض وهو يملك وظيفة كربوكسيلية في الجذر وهو يملك وظيفة كربوكسيلية في الجذر إذن PHE للحمض الأميني 3.2 ونخفضة في القسم قوسين هو حمض أميني حامض PHE بالنسبة للألانين للجذر التاعوسي أشده هو حمض أميني متعادل PHE التاعوسي متوسط سويسط بالنسبة للليزين حمض أميني قاعدي عنده مجموعة أماشدور في الجذر وبالتالي هو حمض أميني قاعدي tuition المرتفعة لكن قد نلاحظ بالأحماض الأمينية الحامضية تكون الحمضة الأم유�ية المتعادلة تكون متوسطة والقاعدية تكون مرتفعة إذن نلاحظ اختلافي قيمة PHE باختلاف نوع حمض الأميني فهي متوسطة بالنسبة للألانين اللي هو متعادل بالنسبة للأسيد اللي هو حمضة ومرتفعة للليزين حمض أميني قاعدي إذن ماذا نستنتج من ذلك أن نقطة التعادل الكهربائي تتماشى ولا تتناسب مع نوع الحمض الأمين يكون الحمض الأمين حامضي يحقق التعادل الكهربائي في وسط حامضي يكون الحمض الأمين قاعدي يحقق التعادل الكهربائي في وسط قاعدي يكون الحمض الأمين متعادل يحقق التعادل الكهربائي في درجة حموضة متوسطة تقارب بالسكر أقل بقليل أو أكبر بقليل من السكر وبالتالي نستنتج أن نقطة التعادل الكهربائي تتناسب ولا تتماشى مع نوع الحمض الأمين فهي حامضية ولا منخفضة بالنسبة للأحماض الأمين الحامضية وقاعدية أو مرتفعة بالنسبة للأحماض الأمين القاعدية الآن معجل اختلاف مسافة الهجرة بين الأعلامين والليزين في فئة شو سوى 3.2 ترى أن اللحظة بمسافة هجرة الأعلامين في حوالتق بالسالب أقل من مسافة هجرة الليزين معناها الليزين هجرة بمسافة أكبر من مسافة هجرة الأعلامين لماذا؟ الأمر يعود إلى قوة الشحنة هذا المصطلح فقوة الشحنة هو مصطلح جديد ماذا نقصد بقوة الشحنة؟ قوة الشحنة هو عدد الإشارات مثلا هنا الهجرة رأيين حوالتق بالسالب الثالث إذن الإشارة التي نتكلم عنها الآن هي إشارة مجابة معناها عدد شحنة مجابة لدى الألانين والليزين كلما كان عدد شحنة مجابة كبير فهو تشحنة كبير كيف ذلك؟ لاحظنا بالنسبة للألانين في هذا الوسط الذي هو بالنسبة له وسط حامض سوف يسلق السلوك القاعدة إذا ستتأين لديه مجموعة NH2 أو NH3 معناها يصبح لديه إشارة مجابة واحدة بالنسبة للليزين ستتأين لديه المجموعة الآمينية الموجودة في الجزء الثابت وكذلك المجموعة الآمينية الموجودة في الجزء إذن يمكن لديه إشارتين مجابتين هنا نقول أن قوة شحنة الليزين أكبر من قوة شحنة الألانين هذا يملك إثنين موجب والآلانين يملك شحنة واحدة موجب وبالتالي المسافة نحو القطب السالك ستكون متعلقة بقوة شحنة لأن الذي لديه قوة شحنة أكبر الذي لديه إثنين موجب سيحجر إلى مسافة أبعد الآلانين عند شحنة واحدة يحجر إلى مسافة أقل نفس الشيء الذي أريد أن نطبقه على حالة الآلانين وعلى سبيلوتانيك في pH يساوي 9.7 في هذه الحالة ستكون الألانين لديه شحنة سالبة واحدة نتيجة تأيين الوظيفة الحمضية تعجز الثابت بينما ستتأيين لديه الوظيفتين الحمضيتين تعجز الثابت وتعجز الجدري الذي لديه إشارتين السالبتين إشارتين سالبتين سيحجر بمسافة كديران حرقة بالموجب بالنسبة للألانين يكون لديه إشارة واحدة سالبة فمسافة الهجرة ستكون أقل إذن يعود اختلاف مسافة الهجرة إلى قوة الشحنة في ذلك الحالة في المثال الذي لديناه عدد الشحنة مجابة قوة الشحنة نقصد بها عدد الشحنة مجابة وكان لديه المثال هذا ستولي عدد الشحنة السليفة إذن حيث يملك الليزين في هذا المثال يملك الليزين إشارتين مجابتين بينما يملك الألانين إشارة مجابة واحدة لذلك مسافة هجرة الليزين تكون أكبر من مسافة هجرة الألانين الآن نمر إلى كتابة السيغة الكيميائية المفصلة لحمض البلوتاميك والليزين عنده نقصد بها لكل منهما يعني نقطة التعادل الكهربائي وعند بها يساوي 6 من الأحسن تنظيم الكتابة على شكل جدول إذا سنكتب السيغة الكيميائية للليزين وحمض البلوتاميك عند بها لكل منهما ثم عند بها يساوي 6 نبدأ بالليزين في حالة التعاجل الكهربائي يكون الليزين متعاجل كهربائيا معنا تتأين من الوظيفة الكربوغسيلية وتتأين من الوظيفة الأمينية عنده شحنة موجبة وعنده شحنة سالية موجبة وشحنة سالية بالنسبة لحمض البلوتاميك كذلك سيتعادل كهربائيا فتتأين الوظيفة الكربوغسيلية وتتأين الوظيفة الأمينية ويصبح متعاجل كهربائي إذا حالة التعادل الكهربائي يكون فيها الحمض الأميني على شكل آيون فنائل قطر متعادل كهربائيا يكون عنده عدد الشحنات الموجابة بالنسبة لكل حمق آميني يساوي عدد الشحنات سيئ هنا عدنا ملاحظة مهمة جذر واحد يسأل يقول لك لماذا يا أستاذ بالنسبة للحمد بلوتاميك تأينت الوظيفة الكربوكسيلية الموجودة في الجزء الثابت وما تأينت جتاع الجذر ولكن بالنسبة للليزين أدريك تأينت الوظيفة الآمينية الخاصة بالجذر وما أينت نشتعى الجزء الثابت وكان يستسلم يتفرح سأسوالي لك ها أستاذنا لو كان أينت نشتعى الجزء الثابت في حالة التعب كهربائي وما أينشتعى الجذر هل يعطوني المقطة ولا ما يعطوني إذا نبدأ بسؤال آخر يعطوك المقطة ولا ما يعطوك من المفروض يعطوك المقطة ماذا؟ لأننا في المقرارة لا تخبروش التلميذ ولا معدناش الدروس اللي تبينناش كون هي الوظيفة اللي تسبق بالتأيون هل هي الوظيفة الامينية لتعال الجزء الثابت ولا تعال الجذر معناه سواء اكتبت هذه ولا اكتبت هذه الكتابة كانت كمسحح نتعبر عليك صحيح ولكن من الناحية العلمية والصواب هو انه في حالة التعادل الكهربائي تتأيين الوظيفة الامينية الخاصة بالجذر هي التي تتأيين نحن نعطيكم الكتابة الصحيح هذه بالنسبة لحمض الليزين وهو مع حمض الارجينين حمضاني امينياني قاعدية هذه ملاحظة انتبهوا لها يشكلان استثناءا في حالة التعادل الكهربائي التحو الوظيفة الامينية التي تتأيين هي الوظيفة الامينية الموجودة في الجذر بالنسبة للليزين وبالنسبة للارجينين استثناء بقية الأحمض الامينية العشرين كاملة 15 حمض الاميني قاعدة وحمضان امينيان حامضيان وحمض الهيستيدين القاعدة جاء في حالة التعادل الكهربائي التحو الوظيفة الامينية الموجودة في الجزء الثالث الاستثناء الوحيد هو للليزين والارجينين حالة التعادل الكهربائي نأيين لهم الوظيفة الامينية الموجودة في الجهر نواصل الآن بالنسبة للحالة الكهربائية بالنسبة للحنضين هذا نشوفه pH 6 ونقارنوه مع نقطة التعادل الكهربائي بالنسبة للجزين نقطة التعادل الكهربائي بتاعه هي 9.7 معناه pH 6 ونقارنه أقل من pH e الخاص به وبالتالي pH 6 ونقارنه بالنسبة له يمثل وسط حاملين إذن وسط حاملين حتى تتأين الوظائف الامينية تتأين الوظائف الامينية كي تتأين الوظائف الامينية يصبح ايون موجب الشحن في هذه الحالة بالإضافة إلى التأين السابق الذي كان في الجدر سنقوم بسط حاملين الوظائف الامينية الموجودة في الجزء الثابت لتسبح ايون موجب الشحنة وتكون لديه شحنة موجب هنا بالنسبة لحمض غليتاميك pH 6 سيكون أكبر من pH لأنه pHي الحمض الغلوتاميك هو 3.2 إذن هي أقل من pH الوسط مدام أقل من pH الوسط معنا pH يسوي 6 سيكون يمثل وسط قاعدي بالنسبة لحمض الغلوتاميك مدام وسط قاعدي سيسلك سلوك الحمض لتأيين الوظائف الحمضية ستتأيين الوظيفة الحمضية على الجذر ستعفون على الدزء الثابت بالإضافة إلى الوظيفة الحمضية الموجودة في الجذر يصبح آيون تنائي الشحنة السليم مع أنه يصبح آيون سليم إذن عندنا آيون موجب الشحنة عنده 2 موجب وهذا آيون سليم الشحنة عنده 2 من سليم هنا كان ملاحظة ثانية لنشر إليها التلاميذ الذي يقول لي استاذ الذي كان نكتب بغي نأيين غير وظيفة على الجزء الثابت هنا على الجذر حمض غلوتاميك هل يعتبر الجواب صحيح؟ نعم يعتبر صحيح ويأتي وقت آخر هنا يقول لي استاذ لن نجعل التأيين غي في الوظيفة الأمينية على الجذر ولم نجد تأيين على الجزء الثابت هل هو صحيح؟ نقول له أيضا صحيح لأن دائما المعطيات التي تقرأتها غير كافية لتعرفكم ما هي الوظيفة التي تتأيين أولا وما هي التي تتأيين بعدها وكذلك ما تتأيين الأولى وما تتأيين الثانية ولكن نحن نعطيكم الكتابات الصحيحة دائما لأننا نتعرف إلى انتقادات من طرف المختصة صحة لنسهل ذلك الأمر حاجة أخرى وانتا نعرف ولن كتبغي وحدة ولا بيوت معنا مثلا نزيل هذا الشكل قارنوا دائما بين PH الوسط و PHE للحمد الأمين كتبوا الفرق بين PH الوسط الفرق بين PH الوسط في الحالة PH الوسط راس 6 الفرق بين PH الوسط و PHE للحمد الأمين كبير في أي نوع الوظيفة تنمى سواء القاعدية بالنسبة للإبليزين ولا الوظائف الحمدية بالنسبة للحمد الأمين هنا الفرق 6 نقصها من 9.7 في حالنا 3.7 3.7 درجة ترهي الفرق الفرق كبير في درجة الحمود وهناي PHE 3.2 و PH الوسط هو 6 إذن الفرق هو 2.8 درجة وبالتالي كذلك الفرق راه كبير في هذا الحال نؤين الوظيفتين معه أتمنى أنكم استفدتم أي استفسارات ضعوها بالتعديقات وأتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته